أهلا فيكم من جديد مشاهدينا طبعاً كثيراً نسمع عن سريلانكا هذا البلد الجميل كثيراً من الأصدقاء يسافرون يرسلون لنا صور نتابعهم على سناب حالاً صار عندنا الفضول نحن نعرف أخبار عن هذا البلد وفين نقدر نروح وكيف أجواءها ولكن اللي احتديني الأخبارها يا هيا ياسميني أنت كنت هناك صباح الخير نعم أهلا وسلم فيكي صباح الخير حمد الله على السلامة الله يسلم كيف الحال؟ تمام شخمار سريلانكا جميلة كثيراً وكولومبو أول وقفة كانت أنه أول حلقة من هناك حيكون في حلقتين أول واحدة كانت من العاصمة كولومبو حلو في ناس كثير بتاعت أنه ما في كثير إشي نشوفها بس رحلتنا فرجتنا أنه هذا الشي خطأ فخلينا نشوف التقرير يلا نشوف موسيقى موسيقى صباح الخير من فندق شانجريلا بالتحديد من كولومبو عاصمة سريلانكا كثير من الناس لما كنا عم نقول كولومبو يعتقدوا أنه ما في أماكن كثير لنشوفها هون بس اليوم حأخذكم على أماكن تستحق أنه تقصدوها عدد سكان سريلانكا بيتخطى الواحد وعشرين مليون نسمة وأكتر من خمسة مليون منهم متواجدين بكولومبو بس فلهيك الاقتزاز السكاني وعجئة السير بتجعل التوك توك أفضل وأسهل طريقة للتنقل تاريخ سريلانكا بالاستعمار طويل كتير من البرتغاليين للهولنديين وأخيرا الإنجليز فهالمكان قلعة الاستقلال إلها أهمية وبترمز للأمل والحرية للشعب السريلانكي بس للأسف إنه من بعد ما أخذوا استقلالهم صار في حروب أهلية دامت ربع قرن وانتهت في 2009 فلهيك فينا نشوف لليوم إنه الشعب السريلانكي عم يتعافى من هالحروب وقفتنا الثانية هي الجامعة الأحمر بكولومبو يلي تم بنائه من طرف المسلمين هون بسريلانكا عام 1909 بتميز بتصميمه المعماري يلي بيدمج بين الطراز الهندي والإسلامي سيمة ملاك معبد بودي بيجو عليه زوار والسواح للتأمل والراحة أكتر بين العبادة وموقعه بيلعب دور بهالشي لأنه موجود بواسط النهر بس فيه قصة حلوة ورا هالمعبد إنه هو نبنى بالقرن التاسع عشر وشوي شوي غرق تحت المي لسبب خطأ في بنائه فمن بعد جابوا مصمم معماري معروف جيفري باوا ليرجع يبني ويصممه واللي مول هالمشروع كان رجل أعمال مسلم وزوجته عن روح ابنهم أمير موساجي فهالشي بخلينا نشوف إنه برغم التعدد بالديانات بسريلانكا التعايش والتسامح موجود موسيقى صار وقت نجرب إحدى أشهر المطاعم المحلية بكولومبو موسيقى هالمطعم معروف بالسلطعون الطازة اللي بيقدموه يلا موسيقى موسيقى أحجام السلطعون هون تبدأ من نص كيلو لأكتر من دين كيلو ونص وعلى فكرة التتبيرة اللي بيستخدموها على هذا السلطعون هي البلاك بابر سوس يلي هو الفلفل الأسود موسيقى 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 برابع أكبر دولة منتجة مصدرة للشاي بالعالم طبيعي إنه قبل نهاري بفنجان شاي عندي كتير قصص خبركم إياها عن الشاي بها البلد بس بالأول حنروح ونتعلم كم شي عن المطبخ السريلانكي موسيقى 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 نعم ما زالونه Whoo ن刷 هنا نعم يمثلين موسيقى إنه ممتاز جيدًا. 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 هكذا ما نكون تعلمنا أكل شعبية. اسمها تونة أمبول تيال. شكراً لك. إنه ممتاز جيدًا. ونحن نتوقع لك في مرة أخرى. أنا أيضًا. في سري Lanka في أكتر من 800 مزرعة شاي. اليوم حنروح على مزرعة هندونو قودا. يلي بتبعد ساعتين بالسيارة عند كولومبو. هالخضارب يعني إنه وصلنا مزارع الشاي. وبالتحديد مزرعة هندونو قودا. يلي مشهورة بالشاي الأبيض. يلي هو الشاي الوحيد بالعالم. يلي بيطلقت بدون ملئدين تمسكه. ما هذا المنظر يحضر على درافة 40 لمرة أخرى. هناك نتمكن من تفقية المزرعة. نمتلك من تفقية المزرعة، نمتلك من تفقية المزرعة. تفقية المزرعة لا يوجد من أين موجود في العالم. أعلى الله مزرعة المزرعة، مجرعة الوحيدة والعالم من تفقية المزرعة. حسنا على الفئة من المنزل تبقى بلتصمي العملية مع جودة في الحديث محكو؟ ذات 100.11% التصمي كبير جوجل الفئة المستمع بالتكوفي الملكة المتحولة يحضر وإنكت يللح 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 ملحة تلك تراه في هده سي geldiüyor يمنحذ تحديد حدث حدث في القناة الملحة يجب أن چسد تحديد ملتبطة تحريره 365 يوم عام واحد اولا 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 عندما لا يوجد حول ملتبطة القصص عن الشاي في سريلانكا ما بتخلص وعشان هيك ما تنسوا تزيدوا على محطاتكم في هالبلد واحدة من المزارع ومنها بترجعوا معكم شاي من الأطيب بالعالم ملتبطة ملتبطة يا سلام الشيء التقدير الأكثر من رائحة حقيقة يعني سياحي ثقافي تاريخي أكثر شيء لفت يعني انتباهي كيف تشوفين الناس الشعب سراحة من أكثر شيء لفت انتباهي يعني لأنه برغم كل الأوجاع المار فيها من الحروب والخلافات تحس أنه الكل بيشتغل وبيتطلع على مستقبل أفضل وحتى لما تكونوا ماشيين بالبلد فيكنوا تشوفوا من كل المشاريع التنموية اللي هم تطلقها بالبلد وعفوا يعني أيضا تشوف الشوارع ما شاء الله يعني دائما نظيفة صحيح إنه لو ما مطرت وأنها تزيد الجودة هل يمكن فكرة جديدة علينا صح بيحتاج مطر بس يعني مش دائما فلما كل ما يكون المطر أقل بتصير الجودة تعتشناك كل ما شفت النبتة أو تبخر الماء اللي فيها كل ما أعطتك مذاق الشاي بما إنه سريلانكا رابع أحسن أفضل سوري رابع أكبر بلدي منتج ومصدر إلى الشاي بالعالم أنا اليوم جبتلكم أوه يا سلام دلاتينا يعني شو؟ من سريلانك شكرا يا هيا تسلمي لا لا وسمعت أنا بهذا لا لا أنا معجبني هذا هذا شكله غير هذا شكله أوكي والله حلو هذا من المزرعة حقتين؟ أيوا من المزرعة اللي رحنا عليها وزي ما حكينا في أكثر من 800 مزرعة فعن جد شي بيستاهل إنه تقصدو إنه تروح عمزرعة وخصوصا الخضار أي تحسين بمذاق الشاي مختلف فعلا في سريلانكا أنه تحسين بجودة والكواليتي هكذا الشاي؟ نعم أكيد نحن نشكرك هيا فعلا فكرة مرة حلوة يعطيك الألف عافية وأنا صراحة ما هفتحه هاخده البيت لأنه أحس شربه شاي كذا لي تقص معينة صحيح هل برايك إنه سريلانكا تستحق يعني تقرير واحد ولا في شي ثاني مجهزين؟ هناك تقرير حيكون من هامبانتوتا عن البحر نا الله منطقة بتبعد عن كولومبو أربع ساعات فالتقرير الجاي هيكون من هامبانتوتا بس أنا سمعت يعني فيه ناس قالولي أنه خاصة الريزورتس اللي تكون على البحر تكون مليانة سحالي صح؟ ما ما لا ما شفت شيء؟ أكيد؟ خلاص طيب شنو عفنا نديل سحالي 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 على الشاطئ؟ لا يعني في الريزورتس اللي على البحر دائما هلأ أي راح حالي المشى معاه؟ بسيشالز بسرينكا دول موجودة إنها موجودة بس إنه مرات لا لا سمعت إنها كبيرة كذا قدر الخطيرة الكبيرة لا طب إحنا نشرب الشاي على الكيكة ولا إش رايك؟ لا إما كيفكم؟ نروح ندوك؟ نروح هناك نشوف لأن صراحة الريحة يعني شخل اليوم متوسط صراحة في الوصفة والكيك سخن كمان يمكن السلام الأيادي يعطيك العافية على التقرير الحلو وكرا عادة منورة هيا شكرا خليني أرجع أخبركم اليوم على الشوكولت كيك اللي يمكن كلهم الضيوب كانوا يطلعوا على المطبخ اليوم بس الشوكولت كيك كان حضرنا اليوم من الشوكولت الكوكو باودر فنعمل بمكونات ماناة كتير حلوة وكنت بفقرة الريميندر زكرتكم بأنه عملنا معها سوس فأنا حبت أترك هاي اللقطة بس لازم تجي الكاميرا ضروري تقرب كتير الكاميرا هاي السوس العملناه من الشوكولت باللندق مع الكريمة بس دوبناها أخدنا هذا الخليط الكاميرا بقى أكتر 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 لازم يطلع هذا المقطع وف وف نحنا بنرجع بنصب هذا السوس على الكيك يعني اللي ما يبغي يدو كان يعني مسلحين خلاص وطبعا أكيد نحنا بنقدر نزيينه بأي شيء من أنواع التوت اللي احنا بنحب عادةً اللون الأحمر بيكون حلو مع الشوكولت أكيد هذا الكيك يفضل أنه ناكله يكون بارد بس نحنا اليوم حضرناه مثل ما هو وليس حرارته عالية والله يصابحك أنا أضح خلامي يعني أنا أرمج تقول الكيك عادةً مع الشاي مع القهوة أفضل والله إذا الشاي منصر لك أكيد أنا جادة على فكرة على موضوع الشاي أدي أنت عم تحكي عن المزارة أدي الشخص اللي عم يحكي معي كيك عنده شغف عم يقول أنه هذا الشاي الوحيد اللي بيمسك بدون ما يمسك بالإيد كل هاي التفاصيل كتير بتفرق على نوع الشاي حتى تقوله كيف طريقة تجفيفه وطريقة شحنه من مكان لمكان أكيد هذا بأثر على الجودة كمان أدي صر له وقت إنه فيه على البوكس اكسبايري ديت إنه بعد مدة ممنوع خلاص تشربوا شاي مثل البهارات ومثل غيرها بس كمان حلو بالشاي إنه إله خلطات يعني كيف نحنا بنحكي عن خلطات للبهارات نفس الشاي مثلاً في إله مختصين بيخلطوا من نبتة لنبتة ترحصروا على بسموه بلند هو السؤال الأهم هذه قابلة للأكل ولا بس شوية سايرة ما عم تسمعنا اليوم شاي 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 أبغل الكيك هلأ أحنا بلش تقطيع الكيك هلأ طبعاً شكراً لك وإحنا بانتظار إن شاء الله التقرير الثاني هيا هيا عفت شو حتى أنت لخفض كلامك وين المشكلة الكيك الكيك فإحنا بانتظار إن شاء الله التقرير القادم ما تأخذونا معاكم على اليوم؟ سألناها من أول مرة بس سألتوا السؤال أدي بعيدة سر لنكا عن دبي؟ أربعة ونص أربعة ونص طبول مبطل احنا مشاهدين نشكركم على المتابعة وعلى موضوع المشاعر والسلوك أي أحد زعلان أي أحد غبان لا يتصرف تصرفات تلقائية يهدي ويهدي ويفلتر ويشوف الموضوع هل هو فعلاً مستاهل لأن احنا أغلب الأوقات ترى نزعل ونكبر المواضيع على مواضيع بجد ما تستاهل طبعاً صحيح ولو ما زبط معكم الفلترة أكلوا كاكة شوكولاتة من وصفة هلا أموركم تمام رأيي على الويك أنت بدا الويك أنت بهذا المود الحلو لأنه عن جد حل دائماً تجينا وقت لنرتاح فيه وإذا الواحد منكده أكل هم يتشغلي فما ينبسط بشي نتمنى للمشاهدين إن شاء الله نهاية أو إجازة نهاية أسبوع جداً سعيدة لقانها إن شاء الله يوم الأحد القادم شكراً هيا شكراً هلا شكراً سارة شكراً هاني الله مع السلام